طيب خليني امتقل بعد كده وحقول ان هي حاجة بتكون محترمة جدا وكلنا كنا بنتساءل هو احنا هيكون عندنا الموضوع ده بشكل كمان يعني اكبر ولا لا بس قصة ان انت تلاقي حد من الحكام بيمثل مصر في كاس العالم اعتقده كان حلم كبير وكان تساؤل هو احنا ليه ما عندناش حكام بيمثلونا يعني في الخارج في بطولات عالمية انا بتكلم هنا عن محضراتكو عن طاقم الحكام المصري الدولي طبعا علاء حسن وحسام معتمد اللي هيشاركوا في ادارة مباريات بطولة العالم القادمة للناشئين لكورة اليد واللي هتصادفها كرواتيا من يوم اتنين لتلاتاشر اغسطس المقبل يعني خلي اقول برضو بالمناسبة لأ هما ليهم تجارب قبل كده هما شاركوا في ادارة مباريات بطولة العالم كانت للرجال لو احنا فاكرين لكورة اليد اللي كانت اليناير الماضي وبالنسبة برضو لمنتخبنا الوطني اعطان من حضراتكم اتكلم هنا للناشئين هلعب في البطولة الجاية في اغسطس ده ضمن منتخبات المجموعة التالتة واللي هيدوم مصر وعسلندا واليابان وجمهورات التشيك وفيه كمان خبر عن المنتخب عن قبل منسى برضو الناشئين كورة اليد انا بتكلم هنا بقى موليد الفين واربعة فازوا على النرويج بالنتيجة كانت اعتقد يعني جيدة خمسة تلاتين اربعة وتلاتين وده كان وديا في معسكر ليهم بالسويد والنهار ده برضو حيلعبوا النرويج وبكرة السويد وده في اطار الاستعدادات لبطولة العالم للناشئين برضو بالتوفيق ليهم احنا نتمنى الافضل ونفسنا نسمع نتائج مختلفة طبعا لكل الرياضات او للمنتخبات المصرية الفترة اللي جاية